في هذا الدرس إن شاء الله رح نتكلم على تحويل الكلمات المفردة إلى الجمعة سنغلور تو كلورال السلام عليكم طبعا أبل ما نبدأ جميع قواعد لغة الإنجليزية أو معظمها يعني دائما لما يكون في قاعدة في شيء اسمه regular اللي هي القاعدة يعني هو الشيء اللي يتبع القاعدة والirregular اللي هو ما له قاعدة تمام فعنا نحن regular and irregular اللي هو يتبع القاعدة في تحويل الجمع نضيف للكلمة المغفردة اس اي اس أو آي اي اس ال regular طبعا مثل ما نحن قلنا أنه no rule يعني ما في قانون يحكمها تمام؟ هلأ رح نشوف شلون طيب خلينا نبدأ ونشوف شلون نحن شو هي القاعدة في تحويل singular to plural اوكي طيب خلينا ناخد اول شيء ال regular ال regular عندنا اول كلمة اللي هي a bag طبعا دائما نحن singular لنا بنحط له ال a عشان تدل ان هي singular اوكي اباق فشلون بدي يكون ال plural تبعها ايوة امه مجدوز كون انت عارف نسياها هتذكر اباق نحن شلنا ال a تمام لانو هي ال a فقط دليل على انه مفرد هون plural وشو هنسوي رح نضيف لها s تمام؟ طبعا اضافة ال s للمف للكلمة عشان تبقى يجمع هي في معظم الحالات تمام؟ لكن رح نشوف مثلا عنا كلمة a watch طيب a watch شو ال plural تبع اول شيء رح نسوي لهو رح نحذف ال a اوكي بعدين شو رح نضيف very good we add e s اضفنا ال e s طيب حدا بيسال استاذ ليش طيب نحن هون حطينا s هون e s تمام هلأ نحن عنا بعض الحروف اللي بتنتهي بها الكلمة لو انتهت بأحد الحروف هاي بنحط e s شو هنالحروف اللي هنه هون ch s h s x z اوكي اذا عندك كلمة مفردة وانتهت بأحد الحروف هدول فورا بتحط لها e s انتفقنا؟ تمام طيب عنا كلمة a diary a diary شلون رح يكون جمعة هاي a diary يعني هي المذكرة اليومية اللي واحد بكتف فيها تمام طيب نشوف نحن اول شيء حذفنا ال a اوكي وقبل ما اكمل انا في هالكلمة بالذات في ملاحظة هوا رح نحكي عليها انجليش لتورس لنا قبل هيك نحن هنا بنقسمه لشو اللي شاف الدرس تبع ال a وال an انه ذاول اند كونسوننت تمام الثاول هي a e i o u والكونسوننت هنا البعيات كلهم طيب هون نحن القاعدة ليش حكينا الحكي وذكرناكم بيه لان القاعدة هون نهايتها y واذا قبل ال y حرف ساكن تطبق القاعدة تمام اذا قبل ال y حرف متحرك اللي هو من احد الخمسة دول معناها بنضيف s عادي ولا تطبق القاعدة هون طيب هون شو في قبل ال y اجاب شوفنا ال r ال r هو ساكن ولا متحرك كونسوننت ساكن اه هون بنطبق القاعدة نحن شو بنسوي هون نها very good ويدليت y شو لنا ال y اه طيب شو بنسوي بعدين حطينا i e s تمام لانه قبل y كونسوننت نذكر فيها مرة تانية تمام طيب نشوف بعدين هون عنا ثلاث قواعد فقط نحن للجمعة regular هدول اللي يتبعوه طيب irregular طيب irregular nouns يعني كتير في اللغة الانجليزية لكن احنا بهمنا منهم هلأ بأنه نحن في مستوى elementary يعني مبتدئ بهمنا منهم الكلمات اللي بنستعملهم البسيطة تمام طيب خلينا نشوفهم مثلا a man شو الجمعة تبعا very good men men طيب a woman very good women very good طيب a child a child children طيب اخذنا a person very good people a tooth a tooth اللي هو طبعا السن أوكي very good teeth teeth very good طيب هون عنا نحن كلمة a person الجمعة تبعا people ممكن حد ممكن يسمع كلمة persons أو مثلا يكون طالع في المصعد فيلاقيها مكتوبة مثلا six persons eight persons لنا ثمن أشخاص أو ست أشخاص يعني فأقول شلون الأستاذ قالنا أنه والله يجمع ال person people طبعا هو في technical words اللي هي المصطلحات العلمية أو مثلا حتى في القانون في كتب معينة ما بقولوا people بقولوا persons أوكي بس نحن في اللغة المحكية ما بقولوا persons لازم تقول people أوكي طيب خلينا نشوف نحن هون بعض المؤمثلة يعني شوية كلمات وشان نتدرب عليه ونفهم القاعدة أكثر طيب هون هنشوف عنا هون نحن التسع كلمات أوكي singular وفي الطرف الثاني بدك أنت تسويين هلا plural أوكي فأنت شو راح تسوي هلا خلينا أخد أول وحدة نحن كمثال أن أموبايل شو جمع تبعه أول شي شو بنسوي لا ما نضيف على طول أول شي شو نسوي نجعل أه نحذفه لأنه لنا ما بصير تحط أه بعدين بنحط الأس أنه هاي ما فيه مثلا أحد القواعد هدول أنه مثلا انتهت بهالحروف حط الحط إي اس أو نهاية هواي فحط الحط إي اس ما تتبعه القاعدة العادية تمام؟ فهلا أنت شو بتسوي بتوقف الفيديو بتحلن تمام؟ وبس خلصت بتجي بتشوف الإيجابة أوكي بشوفه مع بعض أوكي بشوف خلينا نشوف بقى الإيجابة هون عنا بيتش الشاطئ لا تدقق على المعاني بجرد خلينا نفهم القاعدة أول شي قلنا بنحذف الأي اللي الآن ونضيف الأي اس طيب ليش ضفنا الأي اس هون مهم؟ باري جود لأنه انتهت بسي ايج أوكي طيب ننبر ثري أبوس أبوس يلا ها باري جود حذفنا الأي ونضيفنا الأي اس ليش؟ لأنه انتهت بس باري جود طيب اللابتوب حذفنا الأي وزدنا الأس باري جود الليدي حذفنا الأي أها وبعدين صارت ها صارت حطينا آي اي اس ليش حطينا آي اي اس؟ لأنه قلنا قبل الواي كونسنانت ساكن اوكي ننبر سيكس أبلاي أبلاي يعني هي هون ما تيجي بمعنى يلعب هون يجي بمعنى مصرحية أبلاي اوكي طيب هون شو سوينا حطينا حذفنا الأه هون حطينا بس اس ليش؟ لأنه قبل الواي فاول فلا تطبق القاعدة للقاعدة للأي اي اس تمام؟ ابن بادي إي اس مطاقة شخصيرة تمام؟ مرة تانية ها حذفنا الآن وحطينا الأس أوكي فلاش حذفنا الا وحطينا فلاشس. اوكي. بعدين اماتش. اناسة. هون حطينا اس. طبعا هون الاس حطينا لانه في نهايته تنتيب اس ايج. وهون اس لانه انتهت سي ايج. اوكي. طبعا هذا كل شيء ان شاء الله يعني ان شاء الله على قاعدة الجمع. انا مشي نحنا عنا هون ثلاث قواعد لانه اما وضيف اس. اذا انتهت باحد الحروف هدول. اما اي اي اس اذا كان في نهايتها انتهت بواي وابدل واي كونسونانت. لو كان ابدل واي ذاول لا تطبق القاعدة متل ما انه هون في play. تمام? وعننا شوية كلمات هون. هدول الريجرنش شواذ. لا يتبع القاعدة بتحفظن متل ما هنه. تمام? ارجو لنا الدرس يكون سهل. ولكل استفاد. وكلا عادة اذا في اي سؤال اكتب لي في الكومنت وراح اردى عليك ان شاء الله. السلام عليكم.